ترجمة نانسي قنقر بذلك دان الأتقياء وأفصحوه ولا تكفي القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوه ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضحوه وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضحوه وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبحوه وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرحوه رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تفلحوه وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواض لتنفحوه وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدحوه إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتحوه يقول ألا مستغفر يلق غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحوه روا ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان نرجحوه ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوه وإنهم لرهط لا ريب فيهموه على نجب الفردوس بالنور تسرحوه سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدحوه وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرحوه فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدحوه وبالقدر المقدور أيق فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحوه ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكر ولا الحوض والميزان إنك تنصحو وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحو على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفحو وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضحو ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوه فكلهم يعصي وذو العرش يصفحو ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحو ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزحو وقل إنما الإيمان قول ولية وفعل على قول النبي مصرحو وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجحو ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرحو ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحو إذا معتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبحو